يمكن فنان الكريكاتير الجميل عمر سليم في المصر اليوم رسم رسمة هو الرجل زم الكاوي فخدوا منه كل ما هتبقى فيه حاجة كده هتلاقي فيه تلقيحة دماء خفيف شوية واحد بيقول للحاكم أحمد حمدي بطل مباراة الأهل والطلاع بيقول له دخلت التاريخ يا ابني انت عارف آخر مرة تحسب فيها ابنالت على الأهل كانت سادت كام ده على اساس انه الأهل ما بتتحسبش عليه ضربات جزاء أبدا طيب وما جاوبوش كانت سادت كام نجاوبوا احنا طيب منقول له والحقيقة هي بعيدا عن ظرف الكريكاتير أو محاولة الايحاء بحاجة أو تعزيز صورة زهنية ماء عند الناس ودي المشكلة على فكرة انه الناس تسيب كل حاجة وتمسك في فسفوسة صغيرة قوي تفضل تنفخ فيها لغاية لما تعمل منها هي دي القضية يتقل لك الأهل يكسب مش عارف سند كام عشان مباراة حسب فيها ضربة جزاء ويتساب تفاصيل كل الموسم اللي تحسبت ضد الأهلي واللي تحسبت للمنافسين كل ده يتساب لكن يتمسك زقف ماتش الحقيقة والواقع يا أستاذ عمر الأهلي الموسم اللي فات بس ما تجي نجابه بالأرقام لا نجابه بالأرقام من أول سؤاله أنا عارف أنه سؤاله حيتجابه في نهاية الإحصائية يعني أنت هتجيبت حساب له كام لا هتجيبت هو سأل سؤال هجاوب أنا من تحت الفوق هو بيقول يا طرى أنت عارف يا ابني آخر مرة حسب على الأهلي كانت سند كام يا أستاذ عمر كانت السنة اللي فاتت في الأسبوع 31 وتحسب في هذا الموسم 1 2 3 4 5 ضربات جزاء على النادي الأهلي في الأسبوع 31 طيب يا طرى النادي الزمالك تحسب عليه كام وآخر واحدة كانت إمتى اتحسب عليه 3 ضربات جزاء وكان في الأسبوع آخرهم الـ 32 خلاص يعني في الأسبوع الـ 32 أهلي آخر ضربة واحدة وثلاثين إذا كان ده حاجة مهمة يعني أنا مش شايفة أي حاجة مهمة كان الأهلي حسم الدوري كمان يعني وإذا مالك إنما تعالي بقى نحسب قولي أنت الجزء بتاعك بقى طيب يعني الجزئية المهمة بس عشان الإخوة الحكام الصفارة ما تتهزش في بقهم لا تهزت وخلاص يا عامل ما يجي يحسب ضربة جزاء للأهلي أو يتردد في واحدة على الأهل زمالك الموسم اللي فات اتحسبت عليه 3 ضربات جزاء الأهل اتحسبت عليه 5 الثلاثة أكبر ولا الخمسة متروكة برضو للأستاذ عامل طيب اتحسب للأهلي كام والزمالك كام إنما آه مدام هي البنينات البنينات مهمة أول الدرجات دي الموسم اللي فات الأهل اتحسبت له 8 ضربات جزاء في مقابل كام للزمالك اتحسبت له 12 ضربة جزاء هي ليه قطة الأهلي جمال يعني الفارق يعني الفارق 9 صالح زمالك والفارق 5 لصالح الأهل طيب يا أستاذ عامل عرفت الإجابة مستنين التركتير بتاعك دي حاجة حاجة التانية المهمة هو أنت لما بتقولش دخلت التاريخ يا ابني آخر مرة تحسب على الأهلي 4 ضربات ما تحسبلوش 4 ضربات جزاء امتى وآخر مرة في العالم ما تحسبش الفريق 4 ضربات جزاء امتى طيب هو في فريق تحسبلو أربع ضربات جزاء في المباراة تفتكر مين هو الفريق ده وكات ماتش إيه الزمالك والقناة كابتن جمال غندور أربع ضربات جزاء آه ريكورد بس يعني اللي عايز طيب هي آخر مرة الزمالك فاز بها بالدوري توقع عليها مش كده لا السنة اللي قبل اللي فاتت يا خطة ما كبرناش أول الدرجة موسم 2014-2015 لا مش عايزين نوصل وأقول لكم ساعتها مدام ضربات الجزاء مؤثرة آه طبعا في هذا الموسم اللي الزمالك فاز بيه في الدوري 14-15 موسم 2014-2015 اتحسب للأهل في الموسم ده 8 ضربات جزاء لكن اتحسب للزمالك 13 ضربة جزاء برضو برضو اتحسب على الأهل في هذا الموسم ضربتيه 3 ضربات وتحسب على الزمالك 4 طب الله ده افترة بس ما هو بتوع الزمالك اتحسب عليها 4 جوم 2 لا سيبك من جه كام اتحسب برضو اتحسب على الآهل 3 تسجل منها 1 بسيبك بقى تسجل ده مالوش ودعه اللي بيحسب عمل اللي عليه الراجل اه واخد بالك لكن 18 من 4 يبقى كام 14 اي والآهل اتحسب له 8 وتحسب عليه لا تحسب له 8 وتحسب عليه 3 يبقى 5 وزمالك كام 13 وتحسب عليها 4 يبقى 9 بقابل 5 نفس النسبة يا ربي تسعة 5 برضو صالح الزمالك السنة دي اه السنة اللي فاتت يعني بمناسبة الزمالك